السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة جايبا لكم وصفة كوك الشوكولاتة بجد رهيبة هنعمل مع بعض كوك الشوكولاتة صحي وجميل جدا وينفع كمان يبقى مشروحل وقوي للناس اللي بتبيع حاجات صحية هيبقى صحي وكمان مناسب لهم واقتصادي وطعمه جميل جدا الوصفة دي من غير سكر من غير منتجات البان من غير زبدة ومن غير زيت طعمه جميل جدا مناسب للضايت العادي وكمان مناسب لمرض حساسية الالبان طريقة تحضيره سهلة واقتصادي وبيدوف في البقء كده وطعمه جميل جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل انا هعمل الكوكس ده من الدقيق الاصمر اللي هو الدقيق الحبة الكاملة دقيق الامح الكامل هنحتاج منه كوب ونصب الاكواب العيارية لو عايزين تبدلوه بالشوفان مفيش اي مشكلة وامشوا على نفس الطريقة بس انا حبيت اخليه اقتصادي طبعا الدقيق الاصمر ارخص بكتير من الشوفان هنحط عليهم بقى دلوقتي بمعيار معلقة الطعام الكياسية معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو بنستعمل كاكاو يكون بني غامق غير محلة هنقلب بقى دلوقتي بالمعلقة كده لغاية لما يختلطوا قويس وما تزودوش كاكاو عن كده يعني انتوا هتحسوا ان اللون فاتح لكن بعد ما هيستوي هيدوكم اللون المطلوب معلقة واحدة بس من الكاكاو مليانة على كوب ونص من الدقيق الاصمر لان اصلا الدقيق لونه مسمر مش ابيض استعملت كاكاو بني غامق غير محلة وبعد كده هنضيف بمعيار المعلقة الصغيرة نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر مش هنزود عن كده او تحطوا ربع معلقة من البيكنج سودا حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر ونرجع نقلبهم مع بعض ساعات بتحسوا كده ان البيكنج بودر بيكون مكالكع شوية عادي اهم حاجة بس ان انتوا تقصروا بالمعلقة زي ما بعمل كده علشان يختلط معاكو كويس ودلوقتي بقى هنحط المادة الدهنية انا هستعمل في الوصفة معلقتين كبار من السمنة معلقتين بس مش هستعمل زبدة ولا هستعمل زيت لو عايزين تحطوا زيت ما فيش مشكلة لكن انا حطيت معلقتين كبار من السمنة سمنة حيواني او سمنة بلدي زي ما انتوا عايزين انا استعملت في الوصفة معلقتين كبار من السمنة الحيواني لو عايزين تبدلوها بالزبدة زي ما انتوا عايزين بس السمنة مفيش مشكلة ان انتوا تستعملوها في الوصفة وهبدأ بقى دلوقتي بايدي كده اقلب الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر مع السمنة نقلبهم كويس بالشكل ده كده لغاية لما تحسوا ان الدقيق عامل كده زي رمل البحر المنادي زي ما هنشوف دلوقتي بيكون معانا بالشكل ده واريكم القوان بتاعه هو كده تمام قوي دلوقتي بقى يلا بينا نشوف هنحط التحليه عبارة عن ايه انا هحط التحليه على الكمية دي سبع حبات من الطمر انا استعملت طمر طري لو هتستعمله طمر ناشف ممكن تنقعوه بمياه سخنة كده قبل ما تبدأوا ان انتوا تفرموه لكن الطمر اللي معايا طمر طري وهحط بس سبع حبات من الطمر بالنسبة لي كفاية قوي لاني لسه هحط في الاخر شوكلة شيبس فهنحط بقى دلوقتي سبع حبات من الطمر شلت منهم النوى بالشكل ده وهضيف عليهم بقى دلوقتي شوية كده من المياه انا معايا مجه من المياه بس مش هاخده كله حطيت تقريبا نص كوب من المياه يا ما تستعمله مياه سخنة او مياه عادية لو الطمر بتاعكو ناشف حطوا عليه مياه سخنة واسوبوه شوية لغاية لما يتراه لكن لو هتستعمله طمر طري زي ما انا استعملت كده حط على طول مياه عادية حطيت بقى نص كوب من المياه اللي هو بمعيار للمجه العادي وبعد جده جبت الهاند بلندر او ممكن تحطوه في الخلاط او في الكبة وتفرموه ناعم قوي يعني يبقى عامل زي البيوريك كده بالزبط ما يكونش فيه اي قطع من الطمر ولو عايزين تبدله الطمر تحطو دبس طمر مفيش مشكلة ممكن تحطو دبس طمر او تحطو عصل ابيض زي ما انتو عايزين يعني ايه المناسب او المتاح بالنسبة لكو استعمله هتقولولي احط قد ايه الكوكس ده الوصفة دي من غير بيد يعني ممكن تحطي ودوقي في اي مرحلة حبيت تزودي او تقليلي زي ما انت عايزة يعني عايزين تحطوا عسل او دبس الطمر مفيش مشكلة حطوا ودوقوا قلبوا كده ودوقوا حسيت انه هو بالنسبة لكم السكر كويس تمام حسيت انه عايز زوده شوية يعني حاجة ترجع ليكم هنقلب بقى دلوقتي بلسبتولة بالشكل ده كده وهيكون الافضل نقلب بالمعلقة وبعدين ناجم بادينا يعني زي ما انتوا عايزين انا محبتش ااجم بادي من الاول عشان ما تلزقش او في ايدي قلبت بالاول كده بلسبتولة لقيتها طرية كده فجبت بقى دلوقتي معلقة وهبدأ اقلبهم مع بعض وبعد كده هلم العجينة بادي علشان ما تلزقش في ايديكم من الاول كده اقلبوا بالمعلقة وبعد ما اختلطوا مع بعض بالشكل ده كده بدأت بقى ان انا عجينها باديا كده عشان اشوف هي محتاجة ازود لها مياه او لا هي بصراحة كانت المقادير مظبوطة كويس قوي نص قباية مياه على سبع حبات من الطمر على معلقتين من السمنة وكوب ونص من الدقيق الاصمر ومعلقة كاكاو هي دي بس المقادير بتاعتنا وطبعا ما ننساش الباكينج باودر شايفين العجينة ما شاء الله جميلة جدا اهم حاجة ان انتو توصلوا للقوام ده طبعا ممكن يختلف نوع دقيق اعن نوع دقيق تاني يعني ممكن تحتاجوا كمية مياه اكتر او اقل على حسب نوع الدقيق اهم حاجة ان انتو توصلوا للقوام تكون معاكو عجينة سهلة التشكيل كده وكل اللي انا اخدته من المياه نص كوب من المج دلوقتي بقى يلا بينا نشكل الكوكز شايفين ما شاء الله العجينة جميلة جدا وطرية وحلوة قوي يعني ما هيش مشاءة ولا نشفة ولا اي حاجة ممكن تعملوها اي شكل انتو عايزين جبت بقى دلوقتي صاق كده وحطيت عليه ورقة زبدة نوع كويس وهبدأ بقى دلوقتي اشكل الكوكز ما تقطروش الحجم بتاعه يعني ما تخلوهش كبير لان هو لسه ينفش كمان في الفرن شايفين ما شاء الله العجينة طرية وطحفة هبدأ بقى دلوقتي اشكل الكوكز بالطريقة دي كده يعني نحاول كده ان هو يكون كل حجمه واحد زي ما بعمل دلوقتي هكمل بقى دلوقتي بقى الكمية بنفس الطريقة كده لغاية لما خلصها كلها بس اهم حاجة ان انتو تسيبوا ما بينوا مسافات يعني ما تلزقهوش في بعض لان لسه حجمه هيتضاعف في الفرن دلوقتي بقى بعد ما خلصت تشكيل الكوكز بيكون معانا بالشكل ده يا اما تسيبوه سادة او تزينوه بقى بشوكلة شيبس دارك زي ما انتو عايزين انا معايا شوكلة شيبس دارك نوع كويس هحط بقى دلوقتي على الوش كده واضغط عليه يعني انا هضغط على الكوكز عشان يفرد معانا شوية كده ما تخلهوش مكبب يعني يعني بعد ما تحطوا الشوكلة شيبس على الوش بالشكل ده تضغط عليه ضغطة كده تفردوه شوية انا ما حبيتش احط في العجينة نفسها شوكلة شيبس عشان ما ياخدش مننا كمية كبيرة فانا بس هزين بيها من فوق كده على الوش زي ما بعمل دلوقتي لو عايزين تحطوا شوكلة شيبس في العجينة زي ما انتو عايزين بس انا حبيت ان انا اخليها اقتصادية شوية للناس اللي حابة تعمل الوصفة دي تكون مثلا يعني مشروع ليهم فان احنا نحط كده على الوش كفاية قوي وهتدي برضو نفس الطعم طعمها حلو جدا وان شاء الله الوصفة دي هتعجبك قوي هكمل بقى دلوقتي ان انا حط الشوكلة شيبس كده وما ننساش ان احنا نضغط ضغطة بسيطة على الكوكس بعد ما نحط الشوكلة شيبس وفي الوقت ده بيكون جاهز معانا ان هو يدخل الفرن هناخد بقى دلوقتي الساق ده وندخله الفرن بيدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بيقعد من 15 ل 20 دقيقة او لغاية لما تحس ان هو بدأ يحمر من تحت كده خلاص بيكون معانا جاهز طلعتوا بقى وسبتوا لغاية لما برت خالص وبعد كده هنبدأ بقى دلوقتي نشوف الكوكس بيكون معانا بالشكل ده ما شاء الله جميل جدا وانا سبتوا بقى برت شوية ودلوقتي يلا بينا ان احنا نقدمه انا قدمتوا بطريقة بسيطة كده مع احلى فنجان قهوة طعمه جميل جدا صحي مش محتاج حاجة خالص بيجد الوصفة دي اكتر من روعة ان شاء الله هتعجبكوا قوي وكمان تنفع كمان الاولاد يحضوها معاهم في اللانش بوكس صحية مشبعة وكمان طعمها لذيذ جدا ومغزية هنشوف بقى دلوقتي واحدة كده من الكوكس شايفين ما شاء الله هشة كده ما هياش مكتومة وكمان طعمها حلو جدا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكوا السعرات معانا بقى للكمية كلها ما هياش كبيرة يعني الكمية اللي احنا عملناها دي كلها السعرات بتاعتها 836 سعر 836 سعر حلالي لكمية كلها عملنا 14 واحدة من الكوكس حجمه متوسط بالشكل ده هتكون القطع الواحدة هتكون القطع الواحدة من غير الشوكلت شيبس هتكون 60 سعر حلالي تقريبا الوصفة سهلة مكوناتها بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك وشارل الفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية اشتركوا في القناة